في السيقنا متصل عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي اجتماعا اليوم لمتابعة جهود توفير السلع الاساسية وذلك بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي وعلي المصلح وزير التموين والتجارة الداخلية وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع الاشارة الى جهود اجهزة الدولة المختلفة لاتاحة المنتجات والسلع الاساسية بما يلبي احتياجات المواطنين ومتطلباتهم مشيرا الى ان اجتماع اليوم يأتي في هذا الاطار للعمل على توفير المكون الدولاري المطلوب لاتاحة الاحتياجات من السلع الاساسية والغذائية وخاصة زيت الطعام ولبن البدرة وغير ذلك من السلع من جانبه اشار محافظ البنك المركزي الى التنسيق والتعاون المستمر لتوفير المكون الدولاري اللازم لتوفير المزيد من السلع والمنتجات لافتا في هذا الصدد الى ما تم توفيره لاستراد اللحوم من جبوتي مؤخرا كما سيتم توفير نحو 100 مليون دولار لزيت الطعام والالبان وفقا لطلبات وزير التموين